طبعا حابب أبدأ معاك من خبر ليه علاقة بواحد من نجومنا المصريين اللي محترفين حاليا في دوري تركي وان بعض التقارير قالت ان اقتراب محمد النيني الى نادي اسم ميلان الايطالي تعليق حضرتك على انتقال محمد في خلال 48 ساعة هيتم الاعلان الرسمي على انتقال النيني للدوري الايطالي خلاص حاجات بسيطة كده في بعض الارتباطات المالية محمد النيني لعيب ظلم وتظلم محمد النيني لعيب مميز جدا اكبر غلطة عملها في نفسه ان قبل ان يقعد شوية على مقاعد البودلاء فارسنال رغم الناس تقولك ايه ارسنال ومش مهمة والقاعدة عارفين انت قراءة جمهرية اللي دائما تقولك ايه انت موجود في دايرة ان شاء الله لو اخر واحد فيها بس اهم حاجة تبقى جوة دايرة ملاش لازمة دايرة لو انت ما بتشاركش فيها ملاش لازمة دايرة لو هي بتقلل منك وده اللي حصل تفكيره انا كنت اتمنى ان هو يروح ايطاليا من الاول ايطاليا متزال اقوى مدرسة كاروية لاعادة نهج اللعب على التراك المفضل بمعنى ان محمد صلاح لما راح تشيلسي وما ظهرش بالشكل اللي الناس كانت مستنياه والناس شككت فيه عمل موجود كبير جدا لكن خدم الموجود دا ان اختاري القرار الافضل انه يلعب في الدوري الايطالي والسقل الكبير اللي حصل لمحمد صلاح والسقة الكبيرة في الدوري الايطالي والشغل الخططي اللي كان بينقص محمد صلاح اللي اتطور جدا معاه دا اللي حصل مع صلاح ان ان راح بشكتاش والناس تكلمت راح لدوري التركي والناس تكلمت على ان 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 خلاص كده بينتهي ان 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 خلاص كده بيقل ان 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 خلاص مش هو ان 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 لأ محمد ان ان خد خطوة كويسة رغم البداية والمشاركة في الدوري التركي والطارد رجع بالمستوى الافضل خطوة الدوري الايطالي دي لو تمت ان شاء الله زي ما قلت في خلال 48 ساعة اللي جاية لا محمد نيني يبقى في حتة تانية لانه استحق ان يكون في حتة تانية ان هو مظلوم جدا في الكرة المصرية ودايما الناس تقولك وانيني بيعمل ايه في منتخب مصر وانيني بيقدي ازاي هو كورته ومش عارف ايه صح دا حقيقة فيه لعيب كده يقدي بس مبقاش عاجب الناس الناس كانت مستكترة على الانيني ان هو بلعب في الارسل الناس مستكترة على الانيني ان هو في الدوري الانجليزي لو راح الدوري التركي اي وهو باش عاف ايه هو رايح ان شاء الله الدوري الايطالي فالانيني عنده قدرات كويسة ظلم نفسه لما قاعد في أرسل الاحتياط كتير وده أثر على مستوى الظلم لما الناس قاعدت تحكم على مستوى بحكم مهام والموزيشن بتاعه في الملعب أو وضعيته في الملعب أو مركزه في الملعب خلى الناس دعكس عمر وتتكلم عليه بشكل لاياليك بمستوى النيني ونيني بقى الفترة الجاية عليه بقى أنه يرد بقوة إن شاء الله لما يروح الدول الإطاري